بصي بقى. قولي. انت عارفاني. اه انا عارف. اه اه عارفاني. ما بعرفش ايه افضل. لفة 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 وادور حولين الموضوع. انا بدخل على الموضوع على طوال. بالضبط. انا كل الفيديوهات الفترة اللي فاتت او معظمها عشان ما نعممش. الفترة اللي فاتت كلها عن الاكل والشرب والمكارونة سباكتي. واكل الحمامة ازاي. وما عرفش اعمل ايه وشعري ايه وحاجات كده. والصبح بدري. لازم تحطي اللي عصير ايه والبتاع ايه والمعرفش ايه فوق العين وعشان الشمس ايه وحاجات كده. كل الحاجات اللي معظم من الناس مش بتفيدها. يعني ماشي. الست عايزة حاجة تفيدها كده في نفسها في جزء افتر بيت ولادها. تتحكمت. لا تعليق. لا تعليق. حلوة. انا ما اهمنيش بقى الاشكال الغريق. يعني الاشكال الشكلة انه بقى ازاي. ايه شكل التفاحة شكل الكومترا. مش علاقة بالاشكال دي خالب. انا ليه علاقة بسلوكي انا. ازاي عارفة الصح والغلط وازاي ايه اربي ولادي عليه. حلوة. حلوة كده. يعني ايه تيكيت. ويعني ايه اهم قاعدة القاعدة اتناشر. اتناشر ايه دي. دي ايه. دي ايه قاعدة الاتناشر. لوضح ان انت زكرتي. لأ. انا اول قبل ما تجيلي ما انا لازم اكون جاهزة الردوة برضا. اه يعني ان انت. جاهزة ذكري. خليني اقولك اول حاجة. السؤال الاولاني هو ايه تعريف الاتيكيت. عشان الناس اختصرت الاتيكيت في انه هو الحاجات الظاهرية. اللي هي الاكل او اللبس. والاكل واللبس ده عبارة عن جزئين فقط من العلم الواسع اللي هو الاتيكيت. حاجة تزعل انه هنختصر الاتيكيت على هذا الحاجتين دول بس. تمام. فالتعريف العام او الاشمل للاتيكيت هو علم السلوك الراقي. او فن السلوك الراقي. او فن التعامل مع الاخر. وفيه ناس بتعرفه بانه هو فن احترام الذات واحترام الاخر. يعني هو هنا المطلوب منك ان انت تعرف ازاي تتعامل مع نفسك. ومع الاخر بسمو ورقي وبحترام. تمام. ده التعريف العام. ده تعريف كلمة اتيكيت. بالضبط. ايه قعدة 12 بقى في الاتيكيت. يعني ليه وليه 12؟ هل هم 12 نقطة مثلا؟ بس يا سيد. قعدة الاتنشر دي اهم قعدة من قعدة الاتيكيت. يعني اي حد بيدرس اتيكيت او درس اتيكيت. لازم يكون عارف قعدة الاتيكيت. ما ينفعش يعديها. ما ينفعش يعديها ويدخل في اي حاجة تاني. قعدة الاتيكيت دي عبارة عن اربع حاجات. اربع 12 قط. الاتنشر الاولانية هو اول 12 انش في جسمك. اللي هو المنطقة دي. الاتنشر الثاني هو اخر 12 انش في جسمك. اللي هي من الانكل لحد اخر. وبعدين اول 12 خطوة. واول 12 ثانية. ليه كلمة 12؟ ليه رقم 12. علشان بعد الدرسات كتير جدا. لقوا ان العقل الباطن بيقدر يكون صورة عن الشخص اللي قدامه من اول 12 ثانية. فقال اللي 12 ثانية دي أنا بقدر أجمع معلومات كتير جدا على اللي قدامي. يعني انت لو شفت حد داخل عليكي مجرد ما تشوفي مشيته بس. تقضي تعرفي مستوى الاجتماعي. مستوى المادي. واثق في نفسه ولا مش واثق في نفسه. مكتئب ولا مش مكتئب. كئيب ولا مش مأكيئي. كل ده من فين؟ من بس الأربعة نشرات اللي احنا قلنا عليهم. ولا اتخذيسي اتخذيسي ولا بعرف حاجة. اتخيألك. ولا انا اللي خايبة. لا لا مش خايبة. يعني انا يقولولي هو انت ما خدتيش بالك. اول ما قاعدت ما عرفش قلت يا اقولهم لا ما خدتيش بالك. هو انت ما خدتيش بالك. كانت لابسة ايه والبتاع الغريب اللي كانت اقولهم لا ما خدتيش بالي.